في بلاد الخير، إمارات الخير، نلتقيكم مع ألاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم كل هذا وأكثر في وثائق نجاح معي أنا شادي الحسامي، نلتقيكم يسعد مساكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي وثائق نجاح وبساعدنا لهالأسبوع استضافة الأستاذ محمد كمال أستاذ محمد في البداية أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بمكتبكم وشركتكم شرفت فيك أكتر أستاذ محمد في البداية خلينا نتعرف بشخصك الكريم أكتر بعيدا عن الألقاب، محمد كمال، مين هو؟ محمد كمال طبعا في بداية مسيرتي المهنية اللي هي عبارة عن 15 سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا بإمارة الفجيرة بديت مسيرتي مع بريد الإمارات أول الشيء حضرتك طبعا عفوا عن مقاطعة، أنت من مواليد دولة الإمارات ما أحس ألك ليه اخترت هالدولة لتكون فيها؟ طبعا الإمارات هي ما كانت خيار بالنسبة لي بس كانت وطن لأني نشأت فيها وولدت فيها ودرست فيها وطبعا مجال عملي كله في دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله بعد ما خلصنا من بريد الإمارات التحقت بالفطية من السيارات وبنفس الوقت كنت طبعا موجود بمفوضية كشافة الفجيرة كعمل تطوعي نشأنا عليه منذ الصغر لما كنا أيام المدرسة التحقت فيهم بمجلس الإدارة والحمد لله ضلينا في العمل التطوعي ما يعادل عشر سنين بدايتي معاهم وبعدين ونفس الوقت كنت مجالي في شركة الفطيم للسيارات اللي بدي أسألك يا أنه الانتقال من مرحلة لمرحلة الانتقال من مرحلة خلينا نقول قليلة المسئولية للمسئولية بلا حدود اليوم أنت كموظف تختلف عن صاحب شركة أنا بعتبرها نقلة نوعية بحياة الأشخاص عداك كانت هاي المرحلة سهلة أو صعبة بالنسبة إلك؟ نقلة نوعية كانت كبيرة طبعا لما واحد كلما نقل لما كان أفضل بيكون تكليف أكثر ما أنه هي تكون تشريف صحيح فطبعا زيادة المسئوليات وزيادة الاستثمار يعني في زيادة بكامل المجالات أنا حطيت نفسي طبعا أحب أول الشي معاي طبعا سيد سكندر داماك هو الفوندر لشركة أدفايس لصلاة التأمين كان له بصمة في حياتي كبيرة اللي هي عطاني دافع قوي جدا وكان دائما سابورت بكل الأمور الموجودة عندي طبعا متابع باستمرار كيفية سريان الأمور العمل وكيفية سريان المبيعات طبعا من A to Z احنا بنينا الشركة أدفايس لوسطاء التأمين From scratch تعتبر طبعا الشركة ووساطة التأمين هي تعتبر من أصعب الرخص اللي ممكن تاخديها في دولة الإمارات العربية المتحدة كنت أسألك ليه ليه تجاهد لهذا الاتجاه ليه هذا الاختصاص يعني بالذات كونه يعني مثل ما بتقول صعب ويمكن ليس ينتبعه من أصعب الرخص اللي ممكن تحصلها ليه تجاهد لهذا الاتجاه حقيقة الموضوع كان بشركة من شركاتنا اسمها سيرغاز أبوظبي اللي هي طبعا متأسسة من 1988 كان في عنا بوليصات تأمين حابين نشوفهم نشوف أسعارهم في الماركت فصرنا دخلنا في هالمجال صرنا نشوف الأسعار من شركات تأمين صرنا نشوف أسعار من البروكر صرنا نشوف معظم الأسعار بالسوق بكامله فشوفنا فيه فرق جدا كبير بين شركة تأمين والبروكر وطبعا البروكر أسعارهم أقل وطبعا لهم فايدة من التأمين لأنني مثل ما تفضلنا حكينا قبل شوية تفضلتي سألتيني الوسيط التأمين هو عبارة عن شركة تفوض بالتعامل مع شركة التأمين والمؤمنة لأتمام عملية شراء البوليسة فعجبتنا الفكرة وساط التأمين مع أني ما عنا أي خبرة في التأمين بس الحمد لله الشروط والأحكام الموجودة في دولة الإمارات الأرم المتحدة ساعدتنا كثير لأنه طبعا فيه شروط موجودة من هيئة التأمين لاستخراج الرخصة التجارية بيطلبوا موظفين محددين ما يعادل تقريبا سبع موظفين أخصائيين في مجال التأمين بخبرة لا تقل عن 15 سنة فالحمد لله هاي الأمور ساعدتنا أن نستقطب من الموظفين بشركات التأمين أفضل الموظفين في مجال التأمين وفي مجال وساط التأمين طبعا بالآخر هاي كله لراحة الزبون اللي بيتعامل معانا شو هي الخدمات اللي عم بتميزكم عم تتميزوا فيها لحتى تظلوا موجودين ولحتى قدرتوا تستمروا خصوصا سبقوا قلت لي أنه أنتوا فتحتوا بأصعب فترة يمكن هي كانت فترة كورونا كانت من أصعب الفترات اللي مرأت على العالم كله صحي الموضوع الكورونا احنا حاولنا أنه نحول طبعا كشركة مثل ما شفتي نحول الموظفين والزبائن من يجونا يزورونا في المكتب على خلينا كله على عن طريق الأونلاين بدينا نسوي مثلا اجتماعاتنا عن طريق الزوم عن طريق التيم والموظفين نفس الشيء يكونوا إذا في عنا زبائن زبائننا كلهم نتواصل معهم على الزوم وعا التيم عم نحكي على البيك كوربرت بخصوص الانديفجول كنا عم نتواصل معهم عن طريق الواتساب فطبعا احنا في دولة اللامستحيل صحيح دولة الإمارات العربية المتحدة هذا اللي بدي أسألك فيه قدي كان للإمارات دور في المرحلة اللي انتوا فيها اليوم في المكان اللي انتوا صوتوا له اليوم وهل بتتوقع حالك لو انت بغير بلد أو بغير مكان كنت قادر توصل له المرحلة اللي انت فيها كان عندك هاي الاكسبرينس القوية بمختلف المجالات ما عم بحكي بمجال معين والله شوفي انا اذا كنا في دولة غير دولة الإمارات ما اعتقد انه نحسن نكمل مجالنا اذا بجائحة كورونا بس الحمد لله مثل ما قلنا انه احنا في دولة اللامستحيل ان كان الحكومة والشعب والبلديات وكامل المراكز الحكومية عندهم عاملين مثل تسهيل على رجال اعمال وعلى المستثمرين طبعا في نرجع لموضوع كورونا طبعا فاحنا حاولنا قدر المستطاع ان نحول لديجيتل بس ما كان انه الموضوع اوفيشل حاليا دراستنا موجودة كله انه يكون في عنا ابليكيشن يكون كل شيء ان كان تأمين الشخصي ان كان تأمين السيارات الصحي كذا يكون كله عن طريق الابليكيشن او عن طريق الوبسايت تبعنا هذا اوريدي شغالين عليه طبعا منحمد الله على هالموضوع انه خلتنا ندخل بمجالات متطورة اكتر من بلدان كتير في العالم زائد في الكورونا الحمد لله عملنا ورشتين ثلاث ورش عمل بي سي آر تقريبا عملنا فحوصات لأكتر من الف شخص عنا في الهيد اوفيس بالفجيرة هون بالمكتب عنا نعم وساعدنا انه الكشف عن الاشخاص اللي عندهم مصابين في كورونا يعني فاحنا مستعدين اي شيء اللي هو يدعم استقرار الاستقرار الصحي لدولة الامارات طبعا احنا جاهزين بكل الطرق ان كان بالمعنوي ان كان بالمادي ان كان بكل الامور اليوم لو سألتك محمد كمال وين بيشوف حاله بعد خمس سنوات سواء على الصعيد الشخصي هو كشخص او على الصعيد الشركي اللي هو في هاليوم ببرنامجنا اللي احنا حاطين الخطة المستقبلية للشركة ان شاء الله احنا فتحنا الهيد accommodي في فجيرة امارة الفجيرة عنا البلاد على السنة التالتة ان شاء الله نكون موجودين في امارة دبي وعلى السنة الخامسة نكون متواجدين في سلطانة عمان بأز رب العالمين ان شاء الله انا ابيدوري بيطمنوا لكم ان شاء الله التوفيه مزيد من النجاح والتقدم الله يعفوزك ان شاء الله كل سنة عن سنة بتكونوا اكبر و اكبر الله يعفوزك ابل من انهي برنامجنا شكرا لإلك قبل أن نهي برنامجنا أكيد نحب دائماً نتوجه بكلمة وبرسالة شكر لقادة حكام هالبلد اللي هم فعلياً دائماً خلينا نقول هم الأياد الخفية اللي عملت هالبلد وعملت هالشيء الكبير هذا العظيم سو اليوم شو بتقول لهم لو من قلبك طبعاً أول الشي بقدم الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وطبعاً الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة بدعمهم الدائم لرجال أعمال والمستثمرين في الدولة وتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين اللي يعيشوا في بيئة آمنة مستقرة طبعاً إحنا موجودين في الدولة طبعاً الحمد لله عندنا الأمان عندنا الاستقرار الصحة موجود كل النواحي المعيشية متوفرة في دولة الإمارات فطبعاً نشكرهم جزيلاً على هذا الدعم وعلى هذه الدولة ما شاء الله الجميلة صحيح الله طاول بأعمارهم يحفظهم آمين يا رب العالم إن شاء الله ولو سألتك بحياتك العامة أو بحياتك العملية أو حتى الشخصية هل في شخص باستحق من محمد اليوم شكراً؟ طبعاً أول الشيء والدي الله يرحمه كان له دعم كبير في سقل مهارات ثقة النفس فيني دائماً كان يفضلني عن الجميع ودائماً كنت صديقه ووالدتي الله يطول بعمرها دائماً تعملي سبورت في كل أشياء ما بتخالفني مع أني أنا أصغرهم سنًا في البيت بس رأيي يعتبر الرأي الصحيح وطبعاً بقدم الشكر لسيد سكندر داماك الفوندور للشركة عنه بتقديم الدعم الكامل للشركة وطبعاً بأصدقائي اللي دائماً هم معاي سبورت إن كان دكتور عبد الرليا مماحي إن كان سيد خارد الجاسم إن كان دكتور سماعيل كمال أخوي ففي أي مجال أفتحه وما شاء الله دائماً في ظهري مساعدين وواقفين يعني بقول لك يا جبلة هالذكرية أكيد وإحنا أكيد بنتشكرهم بنتشكرك على هذه اللقاءة الطيبة على هذه الكلام الرائع بنتمنى لك إن شاء الله مزيد من تقدم النجاح شكراً لإلك ولوجودك معنا شكراً جزيلاً الله يحليك تشرفنا فيكم كل الشكر كل الشكر لأستاذ محمد كمال ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجدداً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة